حدثناه شيء من أخبرنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخيري عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق بيها وإن لم يجئ صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء قال أبو عبد الرحمن قلت لأبي إن قوما يقولون عقاصها ويقولون عفاصها قال عفاصها بالفئي حثناه شيء من أخبرنا أبن عوين عن الحسني عن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهد له هدية قال أحسبوها إبلا فأبى أن يقبلها وقال إن لنقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال رفدهم هديتهم حثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار قال قلت يا رسول الله رجل من قوم يشتمني وهو دوني علي بأس أن أنتصر منه قال المستبان شيطانان يتهتراني ويتكذباني حثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يومين فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جاهلتم مما علمني في يوم هذا كل ما لنحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنافاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا ثم أن لها عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا ثم ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا ربي إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك فغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وبعث جندا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطعك من عصاك وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطاء مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلمين ورجل فقير عفيف متصدق وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا أو تبعا أشك يحيا لا يبتغون لا أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى عليه طمع وإن ضق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشمذير الفاحش حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث وقال عفان في حديث همامين والشمذير الفاحش قال وذكر الكذب أو البخل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن أخيه عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إثم المستبين مقال على البادئ حتى يعتدي المظلوم أو إلا أن يعتدي المظلوم شك يزيد حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن يزيد عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبين شيطانان يتاكذبان ويتهاتران حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثم المستبين مقال فعلى البادئ ما لم يعتدي قال عفان أو حتى يعتدي المظلوم حنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث مطرف عن عياض بن حمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني نسبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهتران ويتكذبان حدثنا عبد الوهاب أخبران سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ذات يومين إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم فذكر الحديث إلا أنه قال الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا وذكر الكذب والبخل قال سعيد قال مطرف عن قتادة الشنظير الفاحش